حراس المرمى في مصر حياة ومتابعتك للدول المصري المنافسة هل في منافسة في الحراس المرمى في مصر؟ شايف حراس المرمى متواجدين بالقوة الحياة داروا يبقوا متواجدين في منطقة في مصر احنا دايما الشناوي بينضاف اهو شو بير قريب بتشوف ابو جبل صبته طبعا ربناش فيه ربناش فيه مجموعة من حراس المرمى متابعتك بتشوف ان مستقبل الحراسة في مصر والله احنا شفنا من خلال الموسم دوت ظهور حراس مرمى مميزين وفيه انخفاض مستوى لبعض الحراسة دي سنة الحياة فيه مستوى بيزيد فيه مستوى بيقل فيه مستوى ثابت بيفضل عليه الحرس المرمى طب احنا ازاي نقيم الكلام دوت ما ينفعش نقول بعد ما تشين تلاتة ان محمد فاروق مستوى ممتاز او كابتن زامل هليل بعد اربع مبريات مستوى ثابت لا احنا لازم من خلال الموسم من بعد 8 مباريات 9 مباريات 10 مباريات 12 مباراة نعرف ان مستوى الحراسة دي سابت طيب لقينا في الفترة اللي فاتت دي الوحيد اللي كان مستوى ثابت بعد اصابة محمد الشناوي مصطفى شوبير تمام مستوى كان ثابت في المستوى ويه بالدليل على ذلك اتكلمنا في بطولة افريقيا 9 مطارقات في بطولة افريقيا اخذ كلين شيت اي نعم كانت هي كان بطولة مش قوية بالنسبة للفرق اللي كان مش شاركين فيها ازاي مش قوية يعني مش قوية من حيث البطولات من قبل كده كانت للنادي الان الترجي والولاد الترجي مش في احسن مش في احسن حالاته عامتا يعني لكن احنا فرق كبيرة يعني لكن بشكل عام نقدر نقول ان الولد مستوى سابت وادى مباريات مميزة جدا لكن احنا عايزين نشوفه في الدولة العام هل هيكمل على المستوى دا ولا مش هيكمل على المستوى دا بس انت موهبة بين الشخصية لكن هو لكن كمصطفى شبير شخصية ممتازة في حفاظة المرمى مش عايزة اتكلم كتير هو صغير طب في الممطقة دي عشان بس اروحك هل فكرة الروتيشن اللي ممكن ان كله يفكر فيها ليه لا يفكر فيها ازاي ان انا مثلا كل كم ماتش لعب مصطفى شبير ولا خليها ماتش وماتش بحيث ان ما يبعدش عني كحرس مرمى دا ما هو دي المشكلة من حراس المرمى المميزين اه حقيق اه يعني عندك حمزة علاء وعلي الجبل ومحمد السيحة والله التلاتة دول من احسن الحراس مولي العرب وصراميكا ومناد الاهلي مستقبل حراس مرمى المميزين انت عندك محمد الشنوي شال الاهلي ما شاء الله عليه شال الاهلي طول السنين اللي فاتت دي العمر اللي فات ده كله من الحراس المميزين صحيح ابو جبل قبل الاصابة كان من الحراس الهيلين محمد ابو جابل باسم الله ما شاء الله عندك كان محمد صبحي من الحراس الموهوبين حارس مرمى موهوب حارس مرمى مميز محمد عواد في الزمالك حارس موهوب وحارس مرمى كبير اخد بالك انت والايام اللي فات دي كان بتعمل لهم روتايشن محمد صبحي يلعب شوية محمد عواد يلعب شوية بس خلاص دلوقتي صبحي هو الراكم لكن محمد عواد مش هيفضل لا يزيد هيلعب